ساهمت قبائل سيناء بجهود كبيرة في النجاحات التي حققتها الدولة في حربها ضد الإرهاب حيث استفت إلى جانب أكوات الأمنية والعسكرية في التصدي للعناصر الإرهابية كما لعبت قبائل سيناء دورا أساسيا في عملية التنمية ومنذ بداية تولي الرئيس السيسي السلطة قال على نفسه أن تكون تنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب على رأس أولويات الدولة ولم تكن التنمية في سيناء لتتحقق إلا بمساعدة أبنائها المخلصين نستشرف هذه الصورة مع زميلة ليلة عمر في العرض المعلومات التالي أهلا بكم دور وطني مهم تقدمه قبائل سيناء على صعيدين مختلفين تماما ولكنهما متزامنا دعم الدولة في جهود مكافحة الإرهاب بالتوازي مع لعب دور مهم في التعمير والبناء والتنمية جنبا إلى جنب مع الدولة كانت لقبائل سيناء جهود كبيرة في التنمية والبناء على أرض الفيروز في الوقت نفسه بذلت فيه الدولة جهدا متواصلا لاكتثاث جذور الإرهاب خلال موجة الظلام التي مرت بها مصر أما الإرهاب فقد وقفت قبائل سيناء يدا بيد مع الدولة في هذه الحرب الشارسة التي تمكنت فيها الدولة من القضاء على الإرهاب الأسود خلال فترة ما بعد الثلاثين من يونيو من عام 2013 حيث تبنت مصر استراتيجية شاملة للقضاء على الإرهاب دعمتها القبائل من خلال تقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي للأمن كثيرا ما أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء ليرد بدورهم الأهالي بالبرهان على أنهم أبناء وطن يحفظونه من الإرهاب فقدموا المساعدة في القبض على الإرهابيين فضلا عن محاربة العناصر الإرهابية إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب لم يقتصر دور قبائل سيناء على هذا فخبراتهم ساعدت قوات الأمن في الكشف عن هوية العناصر الإرهابية ودفعت القبائل من دمائها ثمن تطهير هذه الأرض ففقدت عددا من أبنائها ومن كبار شخصياتها خلال الحرب الشرسة التي خضتها الدولة ضد الإرهاب وتزامنا مع الحرب ضد الإرهاب لم تتوقف عجلة التنمية في سيناء اضطمد الدولة بخورا متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافية والتنموية بين سيناء والوادي والدلتة حيث حارصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة مع إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم لتستمر حركة التطوير والتنمية على كل المستويات في محافظة شمال سيناء بفضل القبائل البدوية التي كان لها دور في إعادة الإعمار ودعم الجهود الحكومية في مواجهة التنظيمات المسلحة التي هددت أمنى واستقرار أرض الفيروس